التقى محافظ محافظة أبينا الوارق نبوكر حسين سالم ودرع مدرية المحفظ أحمد عبدالله حيدر ونقش اللقاء الذي حضره الأمين العامل المجلس المحلي بالمحافظة مهدي محمد الحامد عددا من المواضيع المتعلقة بوضع المدرية منها نقص المعلمين في المدرية بعد توقف تعاقدات الصندوق ووجه المحافظ بإحالة موضوع مرتبات المعلمين للهيئة الإدارية في المدرية ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المستجدات في مشروع كهرباء المحفظ وأهمية مناقشتهم على الجهة المعنية ممثلة بوزارة الكهرباء فيما قدم مدير عامل المدرية تقريرا مفصلة عن أوضاع المدرية في جميع المجالات المختلفة وثمنا دور قيادة المحافظة في تقديم كل العون والدعم للمدرية